يعني المسألة عايزة مثلا دعاية أكتر احنا كم الاكتشافات اللي اتعاملت في الفترة اللي فاتت عملت دعاية حلوة جدا 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 لا تقدر بمال لأنه لما كنا بنعمل اكتشافات كنا بيتم دعوة القنوات العالمية كان فيها بعض احيان بيوصل لعدد 300 قناة عالمية ومحلية كلهم بيغطوا الحدث ويقولك اكتشاف أول اكتشاف أقدم اكتشاف أكبر الكلام ده كله كان بيسيب فعلا امباكت حلو جدا لدى السائحين في العالم عشان دايما اسمه مصر يفضل مسامع في ادانهم هناك اكتشافاته هناك عفاره هناك حضارة هناك ثقافة هناك 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 ده اللي بقصوده ان احنا نركز على الساعة الثقافية حضرية كنت مهتمة جدا بما تم اكتشافه مؤخرا في منطقة سقارة بشكل خاص ايه اهم حاجة كنت هناك؟ اشمعنا سقارة؟ من لغاية 2017 انا كنت مدير عام قصر لقصر فكنا بنعمل حفاير في البر الغربي في القصر لما دكتور خالد تم اختياري ان انا امينة عام المجلس العالقصر في نهاية 2017 في تسعة 2017 لا الحفاير دي في دمي مش بس امين عامي بقاعد مكتبه وورقياته وبسطه وإلى اخيره واجتماعاته لا دي في دمي طب سألته قلت له ممكن اكمل حفاير قال لي اه طبعا خمس تيام في المكتب ويمين في الموقع اربع تيام في المكتب بستخلص كل الاعمال المكتبية طب فين اقرب مكان للمكتب سقارة محدش عمل فيها حفاير كتير من مئات السنوات يعني ده كان اختيار حضرته الحمد لله انا والفريق المصري اتفقنا ان احنا نروح وندرس الموقع رحنا في ابريل 2018 ولينا كم جبل من الريديم ايه المشكلة احنا المصريين نشتغل لا يهمنا صيف ولا شتا ولا برد ولا نشتغل اشتغلنا ورفعنا الريديم وكان في شهر اكتوبر 2018 البداية الموفقة اكتشاف مقبرة تسمى مقبرة وحتي ازهالة العالم مقبرة بنتكلم على 3 متر في 10 65 تمثال منحوت في الجبل نقوش هو الوان غير عادية ترجع للدولة القديمة الاسرة الخامسة بنتكلم على 4400 سنة عمر تقريباً مقبرة وحتي القنوات العالمية كلها سمقت بالكشف ده طب انا سؤالي هنا بقى لماذا لم نصنع نحن هذا الفيلم طبعاً أهلاً وسهلاً وحنا مرحبين بأي تلفزيون مصري يقوم بإنتاج أو تصوير فوق راسنا طبعاً من فوق يعني حالك ما طلبتش ليه في هذا الوقت انه يجي تلفزيون مصري يسجل ده احنا دايماً بيتم دعوة كل التلفزيونات وكل القنوات العالمية والمحلية لمن يرغب أهلاً وسهلاً طبعاً لمن يرغب من أي قناة محلية قناة خاصة لو سمحتوا تفضلوا مشكورين اطلبوا من المجلس الأعلى للأثار انكم عايزين تقوموا بتصوير عمل فيلم ثقافي فيلم دعائي فيلم كذا وفيه تسهيلات كبيرة جداً من المجلس الأعلى الأثار بخصوص التصوير في المناطق الأثرية طبعاً المجلس الأعلى للأثار ألا يمتلك وحدة تصوير تلفزيونية خاصة لمثل هذه الاكتشافات؟ لأ احنا عندنا المصور المصور بتاع الموقع نفسه اللي هو بيقوم بتصوير الأثر قبل المنطقة قبل ما تكتشف وأثناء الاكتشاف ده تصوير ده مسألة علمية بحتة لا أنا بتكلم على تنسيقية مش دور المجلس الأعلى الأثار مش دور المجلس الأعلى الأثار اننا يروج بقى للكشف ده لا ده دور هيطنشت السياحة دور دور تاني مش مانوت بيه المجلس الأعلى الأثار ان هو يقوم بعملية ترويج للأثار اللي تم اكتشفها هو بيكتشف ثم بعد ما بيكتشف فيه دور تاني للهيطنشت السياحة اللي بتقوم بدورها الحقيقة بتقوم بدورها بتاخد مادة علمية وبتصور في المناطق الأثارية ثم بتقوم في أثناء العمل مثلا بورصة في لندن بورصة في ألمانيا بورصة سياحة بتكلم بيقوموا بعرض بعض أفلام قصيرة من اكتشافات البعثات المصرية اللي تم اكتشافها مؤخرا في مصر وعملها الحقيقة عاملة صدى رائعة